نشرح موضوع الجودة من خلال هذا الفيديو نشرح موضوع Total Quality Management إدارة الجودة الشاملة المعروفة بشكل مختصر بTQM ماذا نتعرف مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومحددات إدارة الجودة الشاملة اليوم في سوق العالمي المنافسة أصبحت شديدة جداً مما دفع المؤسسات إلى ضرورة تقديم منتجات وخدمات ذات جودة أحسن للزبائن وهذا بسبب ازديات شدة المنافسة وهذا يعني يدفع المؤسسات اليوم للبحث على تحقيق وتخطي احتياجات الزبائن تحقيق أهداف تحديد احتياجات الزبائن وتخطي احتياجاتها وهذا أساس Total Quality Management وهو إدارة الجودة الشاملة خلينا نجي نشوف شو تعريف دقيق أو محدد لإدارة الجودة الشاملة إذن Total إشراك جميع العاملين في المنظمة في إدارة الجودة الشاملة من الإدارة العليا لأصغر موظف المؤسسة أما بالنسبة لـ Quality تحقيق احتياجات الزبائن وتوقعاتهم في كل الأوقات أما المانجمنت المقصود فيها الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها العمليات، سياساتنا، إجراءاتنا بما فيها تدريب الموظفين في كل الأوقات قلينا نجي نشوف تعريف Total Equality Management حسب كورام هازمي 2007 وهو سبعة إذن هذا التعريف، دعنا نجي نشوف شو التعريف تعدادة الجودة الشاملة إذا مانجمنت فلوسوفي هو فلسفة إدارية يعني تبحث على تحقيق التكامل ما بين جميع وظائف المنظمة اللي هو الـ Organization الـ Organization الـ Marketing، التسويق، الفاينانس التمويل، الـ Engineering الهندس، الـ Customer Service خدمات الزبائن وغيرها تركيز على تحقيق احتياجات الزبائن وأهداف المنظمة هؤلاء هم العلماء اللي أسهموا في تطوير إدارة الجودة الشاملة أول واحد إدوارد ديمينغ وأضع علماء المشهورين في الجودة جوزف جوان أرماند وفليب كروسبي أربع علماء مشهورين في إدارة الجودة الشاملة أوكي، نحكي على مبادئ إدارة الجودة الشاملة أعطي ذلك أدارة الجودة الشاملة وهي طريقة أول مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة والركائزه وهو التركيز على الزبائن حيث يجب على المؤسسة أن تجعل منه الزبائن وقبلتها هو مركز عملها والعمل على تحقيق احتياجاته وتلبية رغباته وتجاوز توقعاته المبدأ الثاني هو القيادة مطلوب من المؤسسة أن تضع هدف موحد للمؤسسة بشكل عام ويعمل الجميع على تحقيق هذا الهدف المبدأ الثالث إشراك جميع العاملين في المؤسسة في إدارة الجود الشاملة وخلق بيئة في المؤسسة تحفز الموظفين على المشاركة بدون أي مخاوف المبدأ الرابع هو المدخل العمليات أنه نتائج التي تحصلها المؤسسة هي نتيجة العمليات التي تقوم فيها المدخلات عمليات مخرجات المبدأ الخامس المبدأ الخامس يتحدث عن المدخل الاستراتيجي والمدخل النظم في الإدارة أنه يجب أن تكون الجودة هي هدف استراتيجي لدى المنظمة وتحفيز المنظمة على القيام بالأشياء الصحيحة من أول مرة من ثم التحسين المستمر لتصل المؤسسة إلى صفر أخطاء صفر وحدات تالفة صفر أعطال في المؤسسة المبدأ الخامس يكون مبني على الحقائق مبني على الحقائق يعني أن تقوم القرارات بناء على معلومات أولا مرتبطة اثنين معلومات دقيقة ومعلومات يمكن الاعتماد عليها ومعلومات up to date حديثة المبدأ الأخير اللي هو المصالح المشتركة يعني بناء علاقة مع الموردين قائمة على المصلح المشتركة بحيث أنه المؤسسة ومورديها بحققوا مصالح مشتركة لما بيشتغلوا صح وبقدموا قيمة مضافة للزباعين أوكي أوكي الآن الموضوع الثاني لو نحكي على المحديات التي هي محددات إدارة الجودة الشاملة محددات إدارة الجودة الشاملة طبعا أو تختلف من مؤسسة إلى أخرى هذه المحددات بشكل عام نحن نحكي على محددين رئيسيين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة المحدد الأول تكلفة الوقت والأموال تكلفة الوقت والأموال تطبيق إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى وقت طويل العديد من السنوات لحد ما توصلها وهذا ترتب عليه كثير من التكاليف المرتبطة في تدريب الموظفين أوكي إذا بدأك وقت طويل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ستنفق الكثير من الأموال على التدريب وعلى الإجراءات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة حتى ما توصل لتحقيق التكاليف المحدد الثاني هو الخوف من التغيير الخوف من التغيير اليوم كثير من المؤسسات بعد زيادة المنافسة بسبب العولمة وغيرها صارت تتخلى عن الطرق التقليدية في الإدارة وتتبنى طريقة التكاليف الموظفين بسبب الموظفين يوجهوا هذا التغيير بالمقاومة في مقاومة للتغيير بسبب الأنسيرتينيتي عدم تأكد الموظفين من نتائج هذا التغيير أنه يقدروا يتوائموا معه ويلبوا احتياجاته الشك في قدرتهم على العمل ضمن هذا التغيير الخوف المؤسسة لازم تحاول تتجاوز كل هاي المحددات عشان توصل على المدى الطويل لتحقيق النجاح من خلال انه موظفين والمحافظة على البقاء خلينا نأخذ مثال لشركة تويوتا للسيارات نأخذ مثال لشركة تويوتا للسيارات في تطبيقها لإدارة الجود الشامل أول شي جعلت الزبائن هم في أولوياتها المسألة الثانية المسألة الثانية التطوير المستمر لمنتجاتها كايزن يعني التطوير المستمر للمبدأ الثاني المسألة الثالثة حفزت موظفينها على المشاركة الفاعلة في الأعمال والإدارة تحقيق الهدف تحقيق الهدف تحقيق الهدف